بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نحل أسئلة الفصل لفصل مكونات النظام الشمسي والظواهر الذي تحدث فيه صفحة 42 صفة 9 علوم الأرض مدارس الوطن العربي بالبداية نشوف السؤال الأول بحكينا اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي 1. الكوكب الذي درجة حرارة سطحه أعلى ما يمكن هو إذن لو ننطلع على الخيارات لعنا عندنا الأرض عندنا المشتري عطارة زهرة أنو أنسب كوكب يكون درجة حرارته أعلى طبعا رح نكون الجواب عطارة لأنه أقرب للشمس زي ما حكينا بالدرس الماضي 2. أكبر كوكب المجموعة أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما هو الجواب الصحيح رح يكون ألف طبعا المشتري 3. أسرع الكواكب دوران حول محوره هو لو بننطلع إنه مين الكوكب الأسرع دوران حول محوره ومش حول الشمس فرح يكون الجواب الصحيح هو با المشتري السؤال الثاني ما الأساس العلمي الذي يعتمد عليه في تصنيف كواكب النظام الشمسي إلى كواكب داخلية وأخرى خارجية حكينا من درس اللي قبله إنه عنا أربع كواكب عنا 8 كواكب أربع منصنفها داخلية وأربع خارجية السبب الرئيسي هو حسب بعدها عن الشمس الأقرب للشمس منسميها داخلية والأبعد منسميها خارجية السؤال الثالث يشكل كواكب المشتري حماية طبيعية نسبية للكواكب داخلية من سقوط النيازك على السطوح أفسر هذه العبارة ليش كواكب المشتري؟ بشكلنا حماية طبعا الجواب لأنه بسبب كبر حجم كوكب المشتري وجاذبيته العالية بيحمل أرض والكواكب الداخلية من سقوط النيازك عليها إذن بسبب حجمه الكبير السؤال الرابع على الما يأتي الحد الفاصل بين الشهاب والنيازك هو حجم الكتلة الصهر صخرية المرة في الغلاف الجوي كيف يعني نفرق؟ يعني كأنه عم بحكي نفرق بين الشهاب والنيازك إذن من درس الماضي عرفنا شو يعني شهب وشو يعني نيازك إذن لو بنا نحكي شو يعني شهب هي أسام صخرية أو معدنية صغيرة الحجم نسبيا تدخل إلى الغلاف الجوي للأرض تحتك فيه وتولد درجة حرارة عالية في تضمحل مادتها بالكامل لو بدي أميز بين الشهب وبين النيازك طبعا نفس المواد ونفس خلينا نحكي نفس الأجسام الصخرية والمعدنية بس تفرق بالحجم النيازك أجسام صح صخرية ومعدنية بس كبيرة بالحجم تفرق بين حيث الحجم جزء منها بضمحل وجزء منها ما بضمحل يعني بيضله في يسقط على الكوكب الأرض وبشكل فوها نيزكية زي ما حكينا الدرس اللي قبل السؤال الخامس بيحكينا تأمل جدول آتي وأجب عن السؤالين بعدهم عنا جدول عنا كوكبين عطارد والزهرة كل واحد إلى متوسط درجة حرارة عطارد 167 الزهرة 475 يعني الزهرة درجة حرارتها أعلى عنا متوسط بعده عن الشمس طبعا مقاس بالوحدة الفلاكية هي بيسوا فيها بعد الكواكب عن الشمس وبعد الكواكب عن بعض البعض عطارد 39% الزهرة 72% يعني الزهرة أبعد عن الشمس أما زمن دورانه حول الشمس طبعا بالسنة طبعا نختاروه في السنة لكل كوكب طبعا عطارد 88 يوم أما الزهرة 222 يوم مكونات الغلاف في الجو لكل من كوكب العطارد كميات ضئيلة جدا من الغازات أما الزهرة معظم وغاز ثاني كسيدو كاربون طالب مني بالفرع ألف إن درجة حرارة على سطح الأرض أعلى منها على سطح عطارد مع أن الكوكب عطارد أقرب للشمس فسر ذلك حكينا المرة الماضية إنه الكواكب وبالأخص عطارد هو أول كوكب يعني أقرب كوكب للشمس ليش درجة حرارته أقل من الزهرة مع إنه زهرة بعد يعني عطارد يعني أبعد عن الشمس طبعا سبب الرئيسي هو مكونات الغلاف الجوي لكوكب الزهرة يعني وجود غلاف جوي سميك هاي أول إشي لكوكب الزهرة الثاني إشي إنه كل معظم غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 طبعا غاز ثاني أكسيد الكربون بيجمع للطاقة أو بيعمل على امتصاص الطاقة الشمسية بيمنحها من الخروج عشان هيك زيك عم بيعملنا احتباس للحرارة بيجعل حرارة سطح كوكب الزهرة أعلى من عطارد بالرغم إنه عطارد أقرب للشمس إذن سبب رئيسي هو مكونات الغلاف الجوي لكوكب الزهرة با أي الكوكبين أسرع في دورانه حول الشمس لماذا؟ طبعا كوكب عطارد ليش؟ لأنه أقرب طبعا كل مكان كوكب أقرب للشمس كل مكان جاذبيته أعلى في التالي رح يكون أسرع شكرا